إن شاء الله أعتقد أن السيوم سيتم احتواء هذا الفيروس في فترة زمنية يمكن تصل إلى شهر أو شهرين لازلنا نحن حتى الآن في مرحلة الامتشار لم تبدأ مرحلة الانحسار الكلي وإن كان هناك بوادر خلال ثلاثة أيام الماضية من الصين الذي بدأ الانحسار وقلت عدد الحالات اليومية يعني كانت الحالات تصل باليوم إلى 3000 ألفين الآن تقريبا أقل بكثير فبدأ الانحسار بدأت الضوابط الصحية واللوائح تضبط هذا الشيء فأعتقد بداية انحساره هناك سيتبعه أو سيكون له صدى في الدول الأخرى انحسار الحالات والإجراءات التي يجب اتخاذها حسب الأنظمة واللوائح المتبعة في مثل هذا الواقع الذي نراه الآن لا تزال متمكنة من السيطرة ومنع الانتشار ومنع انتقال هذا الفيروس لأماكن أخرى أو حتى من الشخص آخرين من المخالطين لهؤلاء لأنه يتم العزل ويتم الحجر الصحي عليهم ويتم أيضا اتخاذ إجراءات الحماية كالماسك وغسيل الأيدي والأشياء سواء للمخالطين بهم أو حتى المعالجين لهم إذا لا نتوقع أن يتحول إلى وباء عالمي إن شاء الله لا أتوقع أنه سيتحول متى يتحول إلى وباء عالمي يتحول إلى وباء عالمي إذا تم عدم السيطرة عليه يعني بدأت الحالات تتزايد بشكل الجنوني اللي كانت عليه خلال الشهر الأول من انطلاقة هذه في مقاطعة هوبي لأن لم تكن هناك أمور جادة حتى حكومة الصينية ندمت على عدم اتخاذ إجراءات جادة في الشهر الأول فبدأت عندما تفاقمت الحالات واضطرت لاتخاذ إجراءات كانت قليلا متأخرة لكن متأخرا خير من أن لا تبدأ أبدا فبدأوا الآن وكانت أيضا درس للحكومات الأخرى نحن والله الحمد للمملكة على سبيل المثال إجراءات جاهزية الجهات والمواقع والأشخاص الممارسين ومركز الطوارئ والمتابعة الرصد والتحكم متابعين ومتيقظين على مدى 24 ساعة لهذا الشيء حتى الحالات تجاوزنا الدول الأخرى حتى الحالات التي لمواطنين سعودين سجلت في دول أخرى تم التنسيق مع الدول الأخرى لمنعهم من القدوم السعودية إيقافهم ضمن الحجر الصحي واتخاذ إجراءات معينة طبيا للضمان أنهم شفوا من هذا خلال 12 إلى 14 يوم تقريبا وهي الفترة الحاضنة والفترة التي بدأت الإجراءات ولم يتوفى حتى الآن في الخليج ولا حالة واحدة كل الإجراءات لا تزال ولكن عدد تسجيل الحالات في إزدياد كيف تقرأوا؟ عدد تسجيل الحالات لأنه كان هناك أيضا عدم جدية من بعض الأشخاص المصابين أنا سمعت وأنتم شفتوا بالمقاطع رفضوا القادمين من إيران إلى الكويت رفضوا الدخول في الحجر الصحي ورفضوا الانصياع للنظم الصحية انصياعك للنظم الصحية اتخاذها اللوائح والإجراءات التي تضمن حقك للعلاج وحقك للحماية وحق الآخرين أيضا في أن لا يصابوا هذا الذي حصل في الكويت كان متوقع أنه ينتشر وسينتشر لأنهم لم يأخذوا الأمر بجد المصابين أنفسهم واعتبروه تحدي أو نوع منه هذا ثابت حتى من روايات الزمنة بالكويت ومتابعتنا لبعض المجهات ولكن يجب التعامل بجدية يجب التعامل بجدية يجب حتى اتخاذ إجراءات أمنية لمنعهم لأن هذا يعتبر أمن وطني فالإجراءات التي اتخذها من المملكة والله الحمد يبقى المصابين المواطنين السعودي الذين يصيبوا سواء في البحرين أو في الكويت على هذه القليلة جدا لكن تم إبقاؤهم مع التنسي التعامل الصحي والطبي مع هذه الحالة في الخليج بشكل عام كيف ترونها؟ الآن لم يسجل والله الحمد بالسعودية نتكلم عن نظامنا مثلا لم يسجل حتى ذلك لكن لو تم تسجيل حالة وهذا متوقع أن يتم حالة حالتين أربع إلى عشر أو كذا أنت قلت أنه لا داعي للهلع كذلك لا داعي للهلع لا داعي لأفلام الرعب الفيروس لا ينتقل بالهواء ليس إيربورن يسمى أو انتقال ينتشر في الأجواء ينتشر فقط خلال متر ونصف من الشخص المصاب إذا عطس أو الأسطح التي لامسها رذاذ الفم اتخاذ الإجراءات من الشخص السليم أنه يلبس كمام لكي لا يتنفس لا يلمس الأسطح أو الأدوات للمنشفة فرشة الأسنان ثم يلامس فمه أو أنفه وهنا ينتقل الفيروس غسل الأيدي جيدا عند الاشتباه بملامسة أحد أو السلام عليه أو ملامسة سطح عطس عليه الفيروس أيضا لا يعيش أكثر من 10 ساعات إلى 12 ساعة في مكان جاف على الأدوات أو على الأسطح فخلال هذه العشر ساعات إلى 12 ساعات اتخاذ الجراءات الاحتياطية من غسل الأيدي لبس الكمام عدم ملامسة المصابين وعدم ملامسة أو الاختلاط مع المصابين حجرهم وهو هذا الذي يتم صحيا هناك خطوات هناك جراء يتخذ أحيانا أكثر من 11 أو 12 نقطة تتخذ والحمد لله يعني نحن على أتم استعداد لهذا الشيء